جهود كبيرة تبذلها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام لتوفير الرعاية اللازمة للنزلاء في كافة المراكز التابعة لها المزيد في التقرير التالي تواصل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل حملتها لتطعيم النزلاء ضد فيروس كورونا بعد أن تم تسجيلهم على المنصة الوطنية الخاصة بالمطاعم بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومن جانب آخر لازالت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحرص على تنفيذ خطتها السنوية المرتبطة بشهر رمضان المبارك لإطفاء صورة هذا الشهر داخل مراكز الإصلاح مع مراعاة الاحتياطات الصحية واصلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل حملتها لتطعيم النزلاء ضد فيروس كورونا وشملت الحمل لغاية الآن ما يزيد عن ألفين جرعة من جانب آخر لازالت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحرص على تنفيذ خطتها السنوية المرتبطة بشهر رمضان المبارك لإطفاء صورة هذا الشهر داخل مراكز الإصلاح مثل الأمسيات الرمضانية والعروض المسرحية والمسابقات الثقافية ومسابقات حفظ القرآن الكريم بما يتناسب وعدات هذا الشهر الفضيل أشكر مديرية الأمن العام على توفير لقاح كورونا وأتمنى من النزلاء أخذ المطعوم يذكر أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحرص على تنفيذ كافة البرامج التأهيلية والثقافية الخاصة بالنزلاء وضمن المعايير المعتادة الخاصة اشتركوا في القناة